موسيقى لا زلنا في نفس التعليق جيم نفس التعليق ولا نستغرب ان تصل خيالات المنهج التدليسي التيمي الى ان تكون تأثيرات ابن العلقمي حتى قبل ولادته حين كان في الاصلاب ومن ذلك خيالات ابن تغري بردي الزاعم ان ابن العلقمي كان يتآمر على الخليفة والخلافة قبل تولي المستعصم الخلافة اي منذ زمن المستنصر حيث قال في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة في الجزء السابع في صفحة 47 وكان الخليفة المستنصر بالله قد استكثر من الجند قبل موته حتى بلغ عدد اسكره مئة الف نوحظ يتحدث ليس عن المستعصم عن المستنصر يقول وكان الوزير ابن العلقمي مع ذلك يصانع التتار في الباطن ويكاتبهم ويهاديهم علما ان ابن العلقمي لم يكن وزيرا اصلا في زمن المستنصر وقد خفيه او اخفى ابن تغري بردي حقيقة ما كان يفعله الخليفة المستنصر نفسه في مصانعة التتار ومكاتبتهم وارسال الهدايا السنية لهم فنسب هذا الفعل لابن العلقمي حسب خياله الطائفي التيمي الخصب يكمل الصفدي فحصل عنده من الضغن ما اوجب له انه سعى في دمار الاسلام وخراب بغداد على ما هو مشهور لانه ضعف جانبه وقوية شوكة الدوايدار الدوايدار او الدوايدار بحاشية الخليفة حتى قال في شعره ماذا قال ابن العلقمي قال وزير رضي من بأسه وانتقامه بطي رقاع حشوها النظم والنثر كما تسجع الورقاء وهي حمامة ليس لها نهي يطاع ولا امر اقول تعليق الحمد لله العزيز القهار الذي قطع حبل الكذب والكذب فهنا يثبت فهنا يثبت ان ابن العلقمي لا حول له ولا قوة ولا يقدم ولا يؤخر فليس الامر بيده ولا سلطة له ولا يؤخذ بكلامه فتبطل الدعاءات المدلسين بان السلطة والتحكم بيد ابن العلقمي وانه حل جيش الغلافة وانه يستلم الكتب الواردة للخلافة ويمنعها عن الخليفة وانه كان يجيب عليها بنفسه بما يشتهي او يخفيها كليا فلا جواب وان كلمته مطاعة وكما زعم ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في الجزء السابع في صفحة 47 حيث قال فلما استخلف المستعصم بعد موت ابيه المستنصر وكان المستعصم خليا من الرأي والتدبير فاشار عليه ابن العلقمي المذكور بقطع ارزاق اكثر الجند وانه بمصانعة التتار واكرامهم يحصل بذلك المقصود ولا حاجة لكثرة الجند ففعل الخليفة ذلك قلت وكلمة يعني هذا ابن تغري بردي يقول وكلمة الشيخ مطاعة وقال ايضا وكان الوزير ابن العلقمي المذكور ليس لاحد معه كلام في تدبير امر الخليفة فصار لا يوص المكاتبات لؤلؤ ولا غيره للخليفة وعمى عنه الاخبار والنصائح فكان يقرأها هو ويجيب عنها بما يختار فنتج امر التتار بذلك غاية النتاج واخذ امر الخليفة والمسلمين في ادبار